هو المصنع الأول والأكبر في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج النماذج والمستنسخات الأثرية مشروع طال انتظاره لسيما لأهميته في المساهمة في مجالات الاقتصاد والسياحة والأثار وحماية التراث الثقافي الحضري هو بالنسبة لنا كان حلم طال انتظاره والحقيقة تحقق على أرض الواقع كان عندنا ثلاث وحدات قبل كده وحدة النماذج الأثرية ليه وحدة المستنسخات وحدة إحياء الفن وحدة الحرف الأثرية كله اندمج وحاليا عندنا هنا في المصنع الحضارة الفرعونية الحضارة مصرية فلما ييجي الغرب يطلعوا الحضارة دي كمنتجات أو كاستنسخات فما فيهاش الروح المصرية الموجودة في الروح الفرعونية فهو أولى بها أولادها فحررك أن الموجودين هنا سواء فنانين أو كوادر فهم عندهم الميول الفرعونية المصنع أنشئ على مساحة عشرة ألاف متر مربع بمدينة العبور ويعمل فيه نحو 150 من أكفأ الفنيين والحرفيين ومجهز بأحداث المكينات وخطوط إنتاج يدوية ومميكنة لإنتاج المجهولات المعدنية وخط للأخشاب والنجارة لإنتاج المجهولات الخشبية وخط للقوالب لعمل الاستنباط والقوالب المطلوبة لخطوط النحط والطباعة والرسمي والتلوين كطع اللي هنا بتطلع نفس النسخة بالزبط واحد لواحد للنسخة الأسرية فإحنا بنبنى أن نعمل زيها بالزبط بناخد زيها ونعملها لقالب وبنشتغل عليها وبنطلع زيها بالزبط وحسب المنتج اللي بيطلع بيطلع حسب الشركة بتاعتنا أنا بساعد في الطباعة مع الأقسام اللي جوة في الطيف تنيش والتصميمات وكل الشغل اللي حركين برضو أنت شايفه دوت أنا بجهزه في قسم التلوين بالتلوين والغرانة بديه لشغل الإحاق القديم عشان برضو هل من يجي نعرضه للناس برضو بيساعد على نقطة الطباعة بالتلوين للألوان وهنا حيث قاعة عرض المستنسخات التي خرجت من خطوط الإنتاج معبرة عن كل العصور التاريخية المصري القديم مرورا بالروماني اليوناني والقبطي ووصولا للإسلامي انضمت كافة الكوادر الفنية اللي موجودة في الوزارة لتعطي منتج مشرف للنمازج والمستنسخات الأسرية يليق باسم مصر ويليق بأسر مصر وبحضرتها العريقة النمازج دي بتمثل كافة الخامات والمستنسخات الموجودة معادن أحجار فخار خزف كافة عصور مصر التاريخية فكرة إنشاء المصنع بدايتها بعد نجاح كبير حققته وحدة إنتاج النماذج والمستنسخات الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للأثار من خلال المشاركة في المعارض الخارجية حول العالم إلى أن تقرر الاستفادة منها وتوسيعها لتصبح أول مصنع من نوعه في هذا المجال محمد بهاددين أكسترونيوز